كرسي الحكم اللعين هذه هي الروح الأخيرة لسيد مقتدى الخلافات في بداياتها قد تبدو صغيرة ولكنها تتعظم قد تكبر وإذا ما كبرت هذه الخلافات في مرحلة من المراحل ستكون عائقا كبيرا أمام الحكومة القادمة في المقابل الإطار التنسيقي يقول هذه هي الروح الأخيرة لسيد مقتدى قبل بشروطنا قبلة إن لم يقبل لنا خيارات أخرى والستارلة من الخيارات الأخرى كنا ننوني النفس بعدما كان لتشرين فضلا كبيرا في إحداث التغيير أن تكون القوى السياسية تحترم هذه الدماء الطاهرة والزكية والجرحة والذين ما زالوا قتلتهم قتلتهم حتى هذه اللحظة طلقا أحرار ولم يقترب أحد من ملفهم أن تكون مستوعبة تماما أن هناك إرادة شعبية لا يستهان بها وقد أذلت القوى السياسية وأجبرتها في عز عنفوانها وسلطتها وسطوتها على أن تكتب ما يملي عليها لا نريد إلى مواجهات أخرى أو لا نريد إلى دماء أخرى ولكن إذا طرت الناس فإن لها خيارات قد لا تحمد عقباها وهذه المواجهة واسمعوها مني إذا لم تلملموا هذا الشتات السياسي وتقبلوا هنالك منكم من يحكم وهنالك منكم من يعارض أو تذهبوا مثلما تتمنون أن تعكموا وتكونون كتلة أو كتلتين كلكم تشاركون بالحكومة ماكو مشكلة بس روحوا شاركوا بحكومة نظيفة حكومة خدمات حكومة مطالب شعبية حكومة تستوعب حقوق الناس والفقرة حكومة حاكم الفاسدين لأن عدنا فاسدين السماء والأرض تنتفذ ضدهم لكنهم بكل قباحة يتحدثون أمام الرأي العام فهل وصلنا إلى الحسابات الأخيرة في محاكمة هؤلاء أم أننا ما زلنا عند الشعارات القديمة التي تتردد في كل مرة يختبئ وراءها أهلها وتهمل وتركن وتقطع وتمزق عندما تصلون إلى كرسي الحكم اللعين الذي ستبقى دماء حوبة الناس تلاحقكم حتى الرمق الأخير من حياتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر